الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على خاتم النبيين وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد نرحب بكم يا طلاب العلم في درس جديد من دروس العلم في مقرر القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول المتوسط اليوم بإذن الله سنكون في قسم القرآن الكريم حفظ سورة التغابن من الآية الخامسة عشر وحتى آخر السورة بإذن الله في هذا الدرس أولا سنقرأ سورة التغابن قراءة صحيحة من الآية الخامسة عشر وحتى نهاية السورة كذلك سنطبق بعض الأحكام التجويدية التي درسناها سابقا والتي ستأتي معنا بإذن الله في هذا في هذه الآيات كذلك سنفرق بين الرسم العثماني والرسم الإملائي هذا الأمرين فيما يتعلق بالتجويد والتفرق بين الرسم العثماني والإملائي يساعدنا على أن نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة ومن ثم بعد ذلك نحفظ هذه الآيات نحفظ سورة التغابن من الآية الخامسة عشر إلى آخر السورة لهذا في هذا الدرس بإذن الله سنكرر سنكرر الاستماع إلى الآيات ما السبب في ذلك؟ لأن من أعظم ما يستخدمها الطالب لحفظ هذه الآيات أن يكرر أن يكرر الاستماع أن يكرر القراءة هذه من مهارات الحفظ هذه من مهارات الحفظ فنبدأ أولا بالاستماع إلى الآيات أدعوكم إلى أن تختاروا مكانا مناسبا أن تنصتوا للآيات أن تنظروا إلى الآيات أمامكم لأن ذلك يساعدكم بإذن الله على أن تقرأوا هذه الآيات قراءة صحيحة ومن ثم تحفظ هذه الآيات حفظا صحيحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بعد أن استمعنا إلى الآيات من المهم أن نتعرف على بعض الكلمات التي يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات ما الهدف من ذلك؟ الهدف حينما نقرأ هذه الآيات ونتنبه لأن لا نقع في نفس هذا الخطأ فنحذر من أن نقع في هذا الخطأ فلدينا هنا أكثر من مثال على كلمات يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات لدينا المثال الأول في قوله عز وجل واسمعوا ما هو الخطأ الذي يقع من البعض؟ نجد أن هذه الألف هذا الرمز الذي فوق الألف ما معنى هذا الرمز؟ أحسنتم هذه همزة الوصل فحال الوصل لا ننطق ولا نذكر الألف فحينما نقرأ هذه الآية واسمعوا فلهذا من الخطأ أن نأتي بالألف أو أن ننطق الألف أيضا من الكلمات التي يكثر فيها الخطأ من البعض حينما يقرأ هذه الآيات في هذا المثال الذي هو أمامكم في قوله عز وجل يضاعفه من يستطيع أن يكتشف؟ ما هو الخطأ الذي يقع من البعض حينما يقرأ هذه الكلمة؟ يضاعفه أحسنتم أن الفا هنا ساكنة الفا هنا ساكنة في البعض حينما يقرأ هذه الآية قد يغير حركة الفا فيفتح الفا فنقول هذه قراءة خاطئة القراءة الصحيحة أن الفا هنا ساكنة أن الفا هنا ساكنة فنقول يضاعفه أيضا في مثال آخر ويغفر لكم ويغفر لكم من يستطيع أن يكتشف؟ ما هو الخطأ أيضا في هذه الكلمة حينما يقرأها البعض؟ وتقول قراءة خاطئة أحسنتم في حركة الراء ماذا نلحظ؟ نجد أن الراء هنا ساكنة فالبعض قد يغير حركة الراء أو يفتح الراء فنقول هذه قراءة خاطئة لماذا؟ لأن الراء هنا ساكنة كيف تقرأ هذه الكلمات؟ قراءة صحيحة كيف تقرأ هذه الآيات؟ قراءة صحيحة أدعوكم إلى أن تستمعوا الآن إلى القارئ حتى نعرف كيف تقرأ هذه الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم هكذا تكون القراءة لهذه الكلمات فننتبه إلى أن لا نقع في هذا الخطأ الذي يقع من البعض فنقرأ هذه الكلمات قراءة صحيحة أيضا مما يساعدون على أن نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة أن نستذكر سويا بعض الأحكام التجويدية التي درسناها في السابق وجاءت معنا في هذه الآيات الآن سأريد منكم أن تستكشفوا وأن تستخرجوا حكما من هذه الأحكام من خلال هذه الآيات لدينا هنا حكم الإظهار من أحكام النون الساكن والتنوين حكم الإظهار نريد منكم الآن مشاهدة الآيات النظر إلى الآيات ومحاولة استخراج مثال على حكم الإظهار مثال على حكم الإظهار تذكروا من أحكام النون الساكن والتنوين ماذا؟ نبحث نبحث أولا عن نون ساكنة أو عن تنوين فالآن ابحثوا عن نون ساكنة أو تنوين لابد أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من أحرف الإظهار ما هي أحرف الإظهار؟ هي ستة أحسنتم الهمزة والها الحاء والخاء العين والغين فهذه ستة أحرف فالآن نبحث عن نون ساكنة أو تنوين جاء بعدها حرف من حروف الإظهار أخي هكا علما حازه غير خاسري فنبحث عن هذه الأحرف أحد هذه الأحرف الستة أحسنتم نجد ذلك في أول هذه الآيات في قولي عز وجل أجر عظيم ماذا تلحظون في هذه الكلمة؟ أجر عظيم ماذا نلحظ؟ أحسنتم نلحظ أن هناك تنوين الضم جاء بعد تنوين الضم حرف العين والعين كما قلنا أنها من حروف الإظهار ماذا نصنع؟ نظهر التنوين أجر عظيم أجر عظيم فهذا هو الإظهار أن نظهر هذا التنوين أيضا لدينا حكم آخر في هذه الآيات هذا الحكم هو حكم الإخفاء من أحكام النون الساكن والتنوين الإخفاء فالآن أدعوكم إلى أن تستخرجوا مثالا على حكم الإخفاء أنظروا إلى الآيات اقرأوها حاولوا أن تجدوا مثالا على حكم الإخفاء تذكروا نبحث أولا عن نون ساكنة أو تنوين ثم ننظر بعدها لابد أن يكون الحرف الذي يأتي بعدها أحد أحرف الإخفاء من يستطيع أن يتذكر ما هي أحرف الإخفاء أحسنتم أوائل الكلمات صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد فيه تقى ضع ظالمة فالآن نبحث عن أحد هذه الأحرف من أحرف الإخفاء بعد نون ساكنة أو تنوين اقرأوا الآيات انظروا إليها حاولوا أن تجدوا مثالا على حكم الإخفاء أحسنتم نجد ذلك في هذه الآية إن تقرضوا هذا نلحظ نلحظ أن هناك نون ساكنة جاء بعد حرف النون الساكنة حرف التا والتا من حروف الإخفاء صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى تقى فالتا هنا موجودة فنقول الحكم هنا حكم الإخفاء كيف تقرأ حكم الإخفاء كيف تقرأ هذه النون تقرأ هي في منزل بين الإضغام والإظهار الإظهار نظهر النون أو نظهر التنوين الإضغام نضغم هذه النون أو التنوين أما الإخفاء فهو في درجة بين حكم الإضهار وحكم الإضغام أيضا في هذه الآيات يوجد حكم آخر ما هو هذا الحكم؟ هو حكم الإضغام من أحكام النون الساكنة والتنوين الإضغام فأريد منكم الآن استخراج مثال على حكم الإضغام من أحكام النون الساكنة والتنوين أيضا نبحث عن نون ساكنة أو تنوين يأتي بعدها أحد أحرف الإضغام وهي قد جمعت في كلمة يرملون اليا، الرا، الميم، اللام، الواو، والنون فهذه أحرف الإضغام الآن يبحثوا عن نون ساكنة أو تنوين في هذه الآيات جاء بعدها أحد أحرف الإضغام يوجد أكثر من مثال في هذه الآيات لحكم الإضغام أنا أريد منكم مثالا واحدا على حكم الإضغام من يستطيع؟ أحسنتم نجدها في هذه الآية في قولي عز وجل حسنا يضاعفه ماذا نلحظ؟ نلحظ أن هناك تنوين الفتح جاء بعد تنوين الفتح حرف اليا جاء بعد تنوين الفتح حرف اليا واليا كما قلنا أنه من أحرف الإضغام فلهذا ندغم هذه التنوين في هذه اليا فنقول كيف تقرأ هذه الآيات وهذه الأحكام التجويدية الآن أدعوكم إلى أن تستمعوا وتنصتوا لهذه القراءة حتى نتعرف كيف تقرأ هذه الكلمات بتطبيق هذه الأحكام التجويدية أعوذ بالله من الشيطان الغجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بهذا الشكل تكون قراءة هذه الأحكام التجويدية فهذه الأحكام حينما نتذكر هذه الأحكام ونطبق هذه الأحكام ذلك كله يساعدنا على أن نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة ومن ثم نحفظ هذه الآيات فيكون هذا الحفظ حفظا صحيحا أيضا مما يساعدنا على أن نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة أن نتعرف على ما الفرق بين الرسم العثماني والرسم الإملائي الآن انظروا إلى الآيات حاولوا أن تجدوا مثالا على كلمة كتبت بالرسم العثماني لو نقلناها وكتبناها بالرسم الإملائي يتغير شكل الكلمة لكن لا يتغير نطقنا لهذه الكلمة الآن اقرأوا الآيات حاولوا أن تجدوا كلمة كتبت بالرسم العثماني لو نقلت وكتبت بالرسم الإملائي يتغير شكل الكلمة لكن لا يتغير النطق لهذه الكلمة يوجد في هذه الآيات أكثر من مثال كلمة كتبت بالرسم العثماني لو نقلناها وكتبناها بالرسم الإملائي يتغير شكل الكلمة حاولوا أن تجدوا مثالا على هذه الكلمة التي كتبت بالرسم العثماني لو نقلت هذه الكلمة وكتبت بالرسم الأم لا يتغير شكل الكلمة لكن لا يتغير نطقنا لهذه الكلمة أحسنتم نجد ذلك في هذه الكلمة في قولي عز وجل عالم الغيب والشهادة ماذا نلحظ في هذه الكلمة؟ ماذا تلحظون؟ قولوا ماذا تلحظون؟ أحسنتم نلحظ هذه الألف الصغيرة هذه الألف الصغيرة هذه ألف حقيقية كيف تكتب بالرسم الإملائي؟ حاولوا أن تكتبوا هذه الكلمة بالرسم الإملائي كيف تكتب؟ الشهادة نريد أن نحول هذه الكلمة من الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي كيف تكتب؟ أحسنتم تكتب بهذا الشكل والشهادة عالم الغيبي والشهادة فلو نلحظ في العمود الأول بالرسم العثماني والشهادة أيضا بالرسم الإملائي والشهادة لا فرق بينهما في النطق إنما الفرق يكون في شكل الكلمة فانظروا إلى الشكل الأول نجد ألف صغيرة لكن في الشكل الثاني يوجد الألف الحقيقية لهذا نقول لا فرق بين الرسم العثماني والإملائي في النطق إنما الفرق يكون في شكل الكلمة الآن سنعيد الاستماع إلى هذه الآيات الهدف من الاستماع والتكرار هو المساعدة في حفظ هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بهذا تكون قراءة هذه الكلمات وأدعوكم إلى القراءة والتكرار لأن ذلك بإذن الله يساعدنا على أن نحفظ هذه الآيات بهذا أن نكون والله الحمد في نهاية هذا الدرس أولا قرأنا سورة التغابن قراءة صحيحة من الآية الخامس عشر وحتى نهاية السورة كذلك طبقنا بعض الأحكام التجويدية التي جاءت ومرت معنا في هذه الآيات ودرسناها سابقا كذلك حاولنا أن نضرب بعض الأمثلة التي بإذن الله ساعدتنا على أن نفرق بين الرسم الإملاي والرسم العثماني وقلنا أنه لا فرق بين الرسم العثماني والإملاي في النطق إنما الفرق يكون في شكل الكلمة ذلك كله والتكرار الذي كررناه في هذه الآيات كل ذلك بإذن الله ساعدنا على أن نحفظ سورة التغابن من الآية الخامس عشر وحتى آخر السورة بهذا نكون لله الحمد انتهينا أشكر لكم تفاعلكم حرصكم تعاونكم وألتقيكم بإذن الله في دروس قادمة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد